قبل ودي المقطع يا حبايب عندي طلب بسيط قناة لكل أشياق الكيبوب أو الفرق الكورية وغيرها من المحتوى الخرافي فقناتنا لين موجودة بالوصف فروحوا كلكم فتجروا الاشتراكات بيها بالصراحة البنت كلش تتعب على المحتوىها وتستحق الدعم فروحوا اشتركوا وعدها كلكم الخبر الأول اللي عدنا عن نورستار وليش صارت تبكي فنورستار نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي كانت كات بيبي حينزل فيديو كله دموع على اليوتيوب اليوم وبعدها نزلت هذا الستوري اللي كات بيبي أنا بخير حالية لا تخافوا بس الفيديو ما كنت بخير وآخر شي ختمت بهذا الستوري كاتبت لغة العيون ماذا تعني عيوني فش تتوقعوني يا حبايب بسبب بكاء نورستار كتبونا توقعاتكم بالكومنتات وخلينا ننتظر المقطع اللي حتنزلة نورستار اليوم على اليوتيوب الخبر الثاني اللي عدنا عن تهجم متابعين ياسو ريدر على وسام تيكت بسبب آخر اغنية نزلها فبالثانية 48 كانكو تعليق يقصد ياسو ريدر تركتيني وختي لزبالي بس هذا مستواكي فهو يشفه انه يقصد ياسو ريدر بهذه الكلام وخاصة باغنية شوركو لما كان ديدس ياسمين قلها نفس الكلام تقريبا فمن الواضح انه صار نفس الشي انه تفجرت الكومنتات بتعليقات ياسو ريدر فويسام سوا نفس الحرقة اللي سواها بجواني عمود يمنع هذي التعليق اللي شاف المقطع السابق يعرف دين شنه ده احتي فحاليا لو تكتب ياسو او ياسمين او حتى ريدر هذي التعليق مرة تظهر عند ويسام تقدروا تتكدون من هذا الشي بنفسكم ان تشوفون هذي التعليق وتغيرون حسابكم على متتكدون هل التعليق طلع للناس او لا فمثل ما حاليا شافين بعد ما غيرنا الحساب نزل على التعليق وندوس الاحدث اولا لحيشوف التعليق ما موجود فاكتبوني يا حبايا بالكومنتات شو رايكم هل تشوفون هو صدق كان يقصد ياسو ريدر بالدس وشو رايكم حركة وسام ودلغي التعليق للمرة الثانية الخبر الثالث اللي عادنا واخيرا عودة قمر مار بعد ما اختفت تقريبا اسبوع ولكن محمد مار نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي اعلن به انه اليوم رح ينزل مقطع على اليوتيوب الساعة بالاربعة رح يكون به قمر مار فالف مبروك على العودة ومنتظرين المقطع بفارغ الصبر الخبر الرابع اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر واللي هي كارولين واغنيتها الجديدة فكروا اللي نزلت على حسابها بالانستجرام البرومو مع الاغنية رح اشغلكم يا شوفو طبعا الاغنية رح تنزل بعد يومين من تاريخ اليوم والاغنية رح تكون بالتعاون مع هلا الرفاعي طبعا ما يعرف هلا هي نفس اللي اشتغلت بيا وسامتي كتب اغنية تيك توك فاكتبونا بالكومنتاج قيدتوا متحمسين لهذه الاغنية اما اليوتيوبر الثاني فهو نور مار فنور نزل على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي اعلن بي عن تصوير المقاطع الخرافية ومفاجآت رح تنزل لنا بالمستقبل رح احط لكم الستوري على مو تفتهمون اكثر في كتير فيديو هات جاي عالطريق فراجون استنوكم خليكن جاهزين يوم ثلاثة مالف فيني ويوم سبت رحبون ايه الخبر العسريع اللي عدنا هو توضيح لبعض الاشخاص اللي طلبوا ان نزل صورتي بعد ما وصلنا ميتين الف مشترك طبعا بالبداية شكرا لكم عن ميتين الف مشترك وشكرا كل واحد بارك لي بالكومنتات وان شاء الله يا حبايب مستمرين اكثر اكثر وياكم المهم طبعا التحدي كان ان نوصل ميتين الف مشترك بظهر في ست ساعات فقط وانزل صورتي ولكننا وصلنا للتحدي بعد يومين من التحدي يعني بهذا الحال انت خسرتوا فالهذا ما رح انزل الصورة ولكن ان شاء الله بالمستقبل رح يكون ان تحديات مثلها ونفس الجائزة وبس والله يا حبايب هنا وصل النهاية المقطع اتمنى المقطع اجابكم لا تنسوا الرابط للقناة الكثير مهم يا حبايب تروح ان تشتركوا بيها لان صراحة جدا محتوى قوي وبس كانوا كفاء زي مقاطعة من الكتل القصص ومع السلامة اشتركوا في القناة